اهلا بحضراتكم من جديد لسه مستمرين معاكم في الاهل الليلة ونورني وشرفني النجم الجميل اللي انا بحبه يعني بصفة شخصية كابتن احمد سامي المدير الفني السابق لنادي نجوم المستعدل حبيبي اميدو منور الدون يا كابتن لان انت المنور الله عامل ايه رباني خليك انا قلت قبل ما قدمك في الانترو قلت الحالة الحالة بتاعة الدوري العام الكابتن احمد سامي نمسك نادي نبقى كويسين جدا وماشيين زي الفل وبنعمل سياسة يعني بماشيين بفكر وماشيين بمشروع وفجأة الكابتن احمد سامي مشي هو سؤالت سخني في الاول كبير اه 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 دخل سخني اه انا بازعل بصراحة انا بازعل بازعل شراسية بص في مؤشرات وفي عوامل انت هتستمر بيها هتنجح هتقعد تقبل دماغك في الحيطة هتفشل لازم حتة اللعيبة انا بكلم بشكل عام بقى حتة اللعيبة مش بتكلم على نادي يعني حتة اللعيبة لازم تبقى حتة اللعيبة لازم تبقى تبقى بصراك انت بس لو اللعيب بيبص في حتة مختلفة مش مركز معك خلاص هتاخد منه شغل ازاي بس هي كده لكن لازم اللعيب يبقى عارف ان انت مدربه انت المسؤول عنه ان هو لو مش في حالته هو اللي هيقعد لو مش في حالته هيمشي لكن لو لما بيلاقي وده في اغلبية اندية كتير كده بتعمل الكلام ده لو لاقي سدرح نايم برا هيعرف ان انت وده خلي بالك بتنعكس بقى على ايه يعرف ان هو اقوى من مدرب اكيب اه لابدت بشكل عام مش انا بكلم على عائلة لا 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 بنكلم في العموم لا بنكلم في العموم اه بس لكن انا يعني الفترة اللي قدتها من فاطل النجوم فترة كويسة اتعملت مع العيبة هتبقى كويسة جدا هيبقوا كويسة جدا لكلهم سنهم صغير والحمد لله انا الفترة دي انا راضي عن اللي اعملته انا عملت معهم مشهور كويس جدا وخلتهم يعني يعني انا مشيتهم عندهم واحد واشنين بونت في وسط العشرة كان زمان كان في الاول في الفترات دي بيبان مين اللي نزف بالزبط وكان برضه في نفس الوقت انا كان فيه بيبقى نادي النجوم اول ما جيت كان نادي دي اللي كانت حاجة مداية يعني سيبك من الفنيات انا قلت اللعبة الكلام ده قبل كده يعني سيبك من الفنيات كانت النجوم هي مؤشر الهبوط او ما جيت يعني حاولنا قضينا على الموضوع ده خالص وبقى اللعيبة بتنزل ند بند مع اي فرقة حاولت اكسر الموضوع ده واللعيبة استجابت وانا بشكرهم على الفترة اللي كنت معهم في الفترة السابقة دي انا مش هسألك عن اسباب فعلية يعني بس انا عايز اعرف برضو انا مصمم بتبقى داخل بالسياسة ايه انا بص اهم حاجة انا انت لما انت عندك شغل عايز تطبق تمام لو حاسيت ان الشغل ده اللعيبة فترة من الفترات ما بتستجبش يبقى فيه عوام الخارجية يعني اللعيبة كانت بدأت ما تستجبش لشغلك الفني لا انا بتكلمك بتبقى بنسب اوكي انت بتبقى مثلا بتقدي فترة معينة يعني عوما جيت حوالي جيبتها 12 بنت واربعة او 11 بنت واربعة بعد كده فترة وبعد كده سموح اربعة معاولين يعني قصة يعني كونا ماشيين كويس فلما عايز اللعيبة متركز فيه تبقى فيه عوامل بتبقى خارجي عن قردتك لو انت مقدرتش لو انت مش في قدرتك تصلحها لازم تعتذر وتمشي لكن انت قول لك ابتنا احمد بصرف النظر عن تولي مسؤولية فنية لأي نادي مثلا ايوة ابتنا احمد احنا مسؤولين نادي كذا عايزينك معنا بتبقى رايح باي سياسة واي فكر واي طلباتك انا خلي بالك انا عندي انا ما عنديش جمودي يعني يعني انا مارن في الموضوع دا يعني على اساس ان الهدف من كل نادي مثلا فرق عايزة تعطي دور الممتاز فرق عايزة تروح مربع زهبي فرق عايزة تفنش في نص الجدول سادي السابع اه الحاجات دي اه بتبقى بالاتفاق مع الادارة وبنشتغل فيها تارجت بس لكن انا بالنسبالي بيبقى تموحي اكبر بالزبط وده اللي انا عايز اعرفه اه يعني تموحي اكبر لان انا يعني بحب اللعيب اللي عندي تبقى شخصيتها قوية بحبش اللعيب اللي هو موظف وشخصيته وان هو بيتغلب عادي ان يتعادل عادي ان يعدي موشن عادي ان هو يفرح اول ما يكسب اوية موش ولا حاجة والباقي ما يعملش لأ انا بحاول اتكون معنوية الشخصية اللعيب الاول لان شخصية اللعيبة لما بتبقى قوية هتنفسدك التكتك اللي انت عايزه طبعا اه بحاول دايما حتة الحتة الزهنية بتاعت اللعيب هي المرة واحد عندي لان هي دي اللي بتشتغل البلاي ودي اللي بتستمر معك حتة المعنوية ساعات بتبقى ما بتسعفكش اه لأي ظراف اي حاجة خارج عنك ممكن حتة معنوية لكن حتة الشغل اللي باقي اللعيب حتة التحركات الجماعية والحاجات دي ونادي من اصعب ما يكون حتة اللي تشتغل بشكل جماعي طبعا بتحركات جماعية مع مجموعات لعب هي دي هي دي قصة دلوقتي في الكهرة طبعا طبعا الموضوع ببقى السياسة نادي ولا سمات شخصية ولا اسلوب تربية لعيب في الملاعب مليش علاقة بالبيت يعني لا هو مفيه الثقافة للعيبة بس بيجي لك اللعيب طالق لك مش متعلم حاجة هو متعلم ربنا اداله حاجتين بيعملها كده سواء موهبة مهارية واي حاجة يعني حتتين كده طلع بيهم ومش عايز تزودهم ومش عايز وبيستعملهم في كل وقت انت بتخيل مثلا لما بنيجي نتكلم على محمد صلاح مثلا بلاتي محمد صلاح مش في احسن حالاته بس انت تقدر تقول عليه ان هو وحش لا متقدرش تقول عليه وحش لا اسيبك ان هو محمد صلاح لا 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 بكلم عمليا لان هو عنده من الزكاء والقدرات الزهنية ان هو يقدر وهو مش في احسن حالاته يقول انا كويس لا يحافظ على الخمسين ستين في المائة بالضبط انت تحافظ كلعيب وانت لكلنا عمرك حتى انت في شغلك عمرك كل يوم هتقدي بشكل ثابت مرة هتلاقي ماشي كويس مرة هتلاقي بس انت الفترة بقى اللي انت مش ماشي كويس فيها ازاي تحافظ على القدر الخمسين ستين في المائة من مستوك اللي ما يدرش باسمك ما يدرش بفرقتك ما تبقاش عبق على الفرقة هو ده نوع من الزكاء ونوع من الثقافة زائد بقى حط بلاص كلام ده حتة التحركات التحركات دي لو انت مزكي من نوع الزهنية متعود على الطرق المختلفة متعود انت تتحرك ازاي بشكل جماعة بين الخطوط اهم حاجة اه ويبقى عندك اه يقول لك يبقى عندك خطوات معينة ومواقف معينة بتقدر تتحرك معها ده تكون شو المدارب اللي بتشغل معاها بزبط ويقدر يطبقوا لك في الملعب بتبقى صعب ان هو يتطور صعب ان هو بقى بلعيب بفلوس صعب ان هو وكمان خلي بالك نادي الاهلي بقى حتة شرار اللعيبة دلوقتي ان هو بيقعدوا بيشوفوا شخصية اللعيبة عامل ازاي وبي ازاي بيتكلموا ازاي قدراته بطريق تفكيره ازاي ودي كانت اهم حاجة كانت مش موجودة الفترات السبب دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة فدي بيتميز اله تاعي لان خلي بالك انا كنت من ايام ما كنت ماسك الشباب في الجيش كنت بعمل كده كنت بعض مع اللعيبة اتكلم معاه وبتاع واشوفه يعني اتكلم اشوفه قدراته الزهنية عاملة ازاي طريق كلامه عاملة ازاي طريق تفكيره هدفه ايه الكلام ده كان مهم جدا بالنسبة لي لان هو ده اللي هينجحك لكن حتة ان انت عايز ناس مربوطة في ساقية وتشتغل الشغل الكلاسيكي اللي يعني بيشتغله من سنة ما كنا بنلعب شغل هو واحد النمط واحد اللي اي حد ممكن يعمله لا ده ما بقاش موجود في الكرة دلوقتي خالص لا خالص مش موجود وانت لو بتشتغل به هتبقى انت بعيد قوي عن الكرة دلوقتي فعلا دي حقيقة احنا بعيد عن الكرة فعلا هنرجع لأول السلمة تاني اللي هي الناشئين اه ومدرب الناشئين اه اللي هو اهم حاجة في الموضوع احنا بيقول الكلام ده بالنا ده كتير جدا اه مفيش استجابة اسفل لا 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 ولا ان الناس اللي بتبطل بتمسك بالزبط تمسك ناشئين وده صعب جدا الموضوع ده يعني انت ممكن يبقى عندك ناشئ اساسا عنده سمات شخصية قوي جدا انت تبقى وظهاره انت كمدرب تبقى وظهار اه يعني ممكن تبقى وظهاره ممكن اصلا ممكن اصلا ما تعلموش حاجة مش تبقى وش حاجة مش هتبقى حاجة ولا اطور بالزبط فعيه دي المفروض يبقى عندنا اه لعيب ممكن يبطل وإيه بك. بس لازم يعدي سيبك بقى من كمان المراحل بتاعة الدورات. آه حاجة مهمة جداً الدورات السي والبي والإي والحاجات دي. لازم يكون زي نادي الأهلي مثلاً كده حاجة كبيرة قوي. لازم يعمل امتحانات المدربين بتاعة قطاع النشي. مش امتحانات رقم جلوس والكلام ده. لأ لازم يبقى فيه ده كترة موجودة فوق كورة تتنقش مع المدرب اللي هي يمسك على حسب سنه ايه. جميل. عشرين سنة ولا تسعة وتسعين ولا براعم ولا. جميل او. ويشوف هو سياسته ايه. والسياسته دي هتنفع تتطبق في النادي الأهلي. تمشي معاه ولا ما تمشيش معاه. مش انا اجيب واحد اه ولاد من ابن من ابناء النادي وكل حاجة على العين والعراسي. ويجي اشتغل ويبوظ للمكان. طب ازاي انا وعب يعني ابني ازاي وبوظل المكان. لازم ابني ده يساهم في المنظومة تتطور. انا بكلمك بمنتهى الأمانة. يعني انا بكلمك مصريح. انا قيل للمشاهدين قبل ما ديك على الفيديو. اه انا صريح. انا قيل لهم. فمش عشان شرط ان انا بلعب في النادي الأهلي. انا بديهم خبر على فكرة ان احنا نتكلم كده. اه ان انا نمسك في النادي الأهلي. كلام ده غلط. كلام ده غلط. مش مظبوط. اكيد اكيد جدا. فانا لازم ببقى في النادي الأهلي بقى سيبك من الدورات الدولية والدورات دي. لازم ببقى فيه كونسولتو. ده ميدو مترشح يمسك فرقة مثلا الفين واحد فرقة سبعة وتسعين. هتعمل ايه في واحد اتنين تلاتة. ويتناقش مع المدرب والطرق والاحمال والكصة والسيستم والتحركات. لا ده كصة كبيرة. كصة كبيرة جدا. فهيشوف المدرب ده عنده نهوة ولا واخد الكارتونة بس شهادة بس وخلاص ومش فاهم حاجة. لازم الموضوع مش مش بسيط. في منظومة زي الاهلي لازم بكل خطوة بحساب. بالزبط. بالزبط. لانه مش نادي عادي. باتفق معك. انت فكرتني باول مرة كنت اعرف معلومة ان انا لو عندي نقص معين في مهارة. وعندي مهارة زايدة. اطور المهارة الزايدة ولا اطور النقص المعين. فانا اول وهلة اول وهلة كده انا فكرت اطور النقص. وبعد كده قلت لا طب ما اطور اللي هو بيتطور على طول وحافظ على النقص التاعي ده. اللي هو الخمسين في المال بتتكلم عليه. وده كان فعلا صح. ان انا نحافظ واطور في اللي بتطور. اه طبعا. ده خلي بالك انت بتتعامل مع مجموعة شخصيات في الملحب. عندك تلاتين العين. كل واحد ديه اهتمامات وكل واحد ديه تموح معين وكل واحد ليه طريق التفكير معينة. السريع والبطيء والزكي. ويا سوري في اللفظ اللي هو ما عندوش قدرات من الزكاء. بزبط بزبط. فانت ازاي تركب دول على بعض وينفوز لك مثلا مجموعة نحية اليمين. مجموعة نحية الشمال. لازم زي الراجل البطيء ده يشتغل مع السريع والاتنين يبانوا انه هما مش بطاقة مش. الراجل البطيء ده يباني انه هو زي السريع. والسريع ده ينزل شوية عشان ياخد البطيء معه. ازاي تعمل المجموعة دي. ده شغلة ببقى صعبة جدا. شغلة جماعي ده ببقى صعبة جدا بمجموعة. بس بتبقى ايه. اللي يجمعهم ايه. فكرة واحدة. هي فكرة المدرب عايز يعمل ايه. بالزبط. فكرة دي. اسلوب. اه اسلوب اللعب والطريقة والتحركات. الفكرة الواحدة دي لو عند اللعيب هو هتلاقيه التيمورك هتلاقيه حاجة تاني خالص. طبعا. وده اللي بيحصل في اوروبا يا كابتان احمد. اه طبعا. في اوروبا ان هو بيجهز اللعيب الناشئ ده. لغاية لما يكبر ان هو يستوعب اي طريقة واي اسلوب. بالزبط. لما تيجي تقول له تشرح له على البورد كده في المحاضرة النظرية. وتيجي تشتغل معاه في تمرين او تمرينتين. بتليه يستوعب على طوب. بالزبط. بيعديلك المرحلة دي تخش في مرحلة تانية. في المرحلة تالتة. لكن انت بتقعد في الصفحة اللي انت فيها. كتير. عشان يفهم. ويمكن تيمكن تسبت ويبقى انت عندك عايز تجري يبطأك. مستوى التفكير انا بكلم في مستوى التفكير. وخلي بالك. مستوى التفكير ده موجود في فرق كبيرة وفرق صغيرة. لان دي سمى من سمات الكرة في مصر. ليه? لان القعدة مش متعلمة كويس. بالزبط. طي ايه الحل? انا زي ما قلت لك كده. كل نادي يبدأ بنفسه. والنوادي على حسب اسميها. ام. 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 ا ام. لازم يعمل كده. بدأوا بدأوا. لا لا. ما بدأوش ولا حسب. لا. فيه انا اعرف. اعطا يعني. انا ما كنت عرفتها. لا انا لا اعرف. أنا اعرف بقى كابتن. لازم يبقى فيه كونسولت وفني. الكابتن فاتح مبروك. راجل مدرب ما حصلش. وراجل قيمة فنية كبيرة جدا. ومعه طبعا شامح نافي اسم كبير جدا. مساعد مدير قطاع نشعة. لا. انا باتكلمك على وهو يبقوا من ضمنهم الناس دي. اكيد. ده كاترة في الكرة. أم. ام. ام. تشتغل مع المدربين دي وتعرف أفكاره إيه وتقدر تنفذ وتنطبق على سياسة نادي الأهلي ولا ما تنفعش مش أسامي أنا برصها وخلاص صدقني يا بكلمك منتهى الصراحة والله العظيم أنا معاك أنا بحب الصراحة وأنت تعرف طالما الصراحة في المصلحة العامة كابتان أحمد محدش بزعل منها خالص لو أنت بقى صلحت بحتة دي ما احنا كنا نطلعين من نشيين الأهلي هتلاقي صلحت بحتة دي تكسر الدنيا بص يبقى قطر بالزبط معادي يدوس على الكل بالزبط لو عملت الكلام ده لأنك أنت سلاحك الوحيد أنت ممكن تشتري لعيب ديليفري تجيبه سنتين ثلاثة ونفق ونفق لكن اللعيب اللي بتطبخه هو دليلي طعم طبعا لعيب ابنك بقى وحاسس بيك بشكل لأ ما هو أنت طبخه على مزاجك بالزبط وعارف سياسة الأهلي وبيتحرق عشانه والكلام ده غير اللعيب ديليفري خالص أنا بتفق معك بتفق معك بعد كده لو طلبناك وقلتني مش عادي في الدائرة ما ليش علاقة أنا أنا ما ليش علاقة والله أنا عملت حادثة لا والله عملت حادثة والله العظيم مساء ساكن في آخر الدنيا ساكن في المعادي في آخر الدنيا طب أنا مش هقولك أنا فيه يا ريتها معادي لما بتيجي تلعب النادي الأهلي يا كابتان حباد تعال نخرج من الموضوع النادي شوية بتاعك بتيجي تلعب النادي الأهلي وعايز تكسبه بتلعب عليه أكسبه بتبقى مثلا نسب بيني وبين نفسي بتبقى صعبة بس ما بوصلها للعيب إنها مش صعبة ده صحيح ده صحيح ده صحيح ده صحيح بديله مجموعة عوامل إن هو لو نفزها ممكن يعمل المعجزة ده وكسبنا ده الأهلي ممكن يعمل الإنجاز إن يكسبنا ده الأهلي بس تفرض ما نفزهاش مش هكسبه مممم مس شرط بقى إني أقولا لي ده هو ديره شيت ان هو يكسب ندي الأهلي لا هي مجموعة مواقف متغيرة التسسعين ديئا مممم مممم وفي نفس الوقت أنا انا بدخل جوه دماغ الرجل اللي ماسك ندي الأهلي تمام هو ده اللي انا س الدهو في الماتش توصله السادة المشاهدين أن انت مثلا بتعطى النادي الأهلي إن هو يكسب نادي الأهلي هو وبيانزل النادي الأهلي إن هو يكسب Net l находity مثلا زي الفراسة الكبيرةative اللي موجودة فأنت هتحاول تعطل نادي الأهلي تحاول تنرفزه يبقى قراراته متسرعة أنه أعز يكسب بسرعة فتلاقيه قراراته في أغلب الأوقات غلط بنقتل اللعبة زي ما بنقول لا يعني بتحاول تخليه تبعده عن الجول وتبعده عن الجول أنت ما تدفعش أنت تبقى متوازن يبقى عندك قدرات هجومية برضو أن في ناس تقفلوا لأنك إنت لو سبت نادي الأهلي اتجاه واحد أنت تدفع بس هتبقى موجود عندك في نص ملعبك على طول وفي نفس الوقت هيبقى قراري بلجون وممكن أنت الغلطات البشرية وردك لكن أنت لما تحافظ على تمركزات هجومية شوية قدام تقلق المدافعين بتاعتنادي الأهلي ما تكملش في الهجمة هي دي من العوامل برضو أنت من عوامل الدفاعين أنت مكون دفع بشكل كويس جميل زائد أن أنا التغييرات بشوف آخر باتشاط مثلا وبعمل كوبي بيست كده المدرب تغييراته عاملة إزاي لو اتأخر النتيجة يعني حتة تحليل الأداة دي لازم عندي لازم لازم حاجة مهمة وأنا بعملها بإيه دي ده حاجة توحف لأ فبشوف التغييراته إيه وهو لما بيكون بتأخر بيغير مين وبينزل في الديقة إيه ما بتخدش من تفكيرك كابتان أحمد لا خالص ما دي تقسيم المطش لا التحليل الفني لا خالص ما ده شغلي تمام أنا ممكن أعلى ولقيت رفاهية إن حد يعمل لي ونتنقش معادي حاجة كويسة بس لما بس الإمكانيات مساعات ما بتسعفكش فأنا بعملها أكيد 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 فبشوف مثلا بيغير اللعيب عنده الخطوات التغييرات بنشوطين المدارب ده ينزل مين وديها إيه وممكن يلعبه فين والكلام ده فأنا عندي من نواحي التكتكية إن اللعيب بيبقى جاهز ممكن أغير مركزه على حسب تغيير الفرقة اللي قدامها زي مثلا فرقة اتنين الأهل اللي مثلا بيغير بينزله في كده عشان هو متأخر في النتيجة فاللعيب ممكن أغير من نواحي التكتكية لأنه ببقى الساعات عنده قدرات البشرية زي بتاع قدرات اللعيبة زي نادي الأهل اللي هو تلعب الفرقة على مزاجك إنت فأنت مطارد تلعب الفرقة على مزاجه من غير مغير بس عنده نوهو بتاع إن لو نزل ميدو هيبعارف يعمل واحد اتنين تلاتة لو نزل ميدو بالزابط ده يطلع ده نزل خلي بالك هنعمل كذا وكذا ساعات بقى بتوفير ربنا تتعادل كده يبقى تعمل ماشي كويس فهمني بس لكن إنت بتحاول تكتهد وتشتغل وخلي بالك أن تمسك فرقة كبيرة أصعب بمترفق فرقة صغيرة تعرف كده؟ عارف كده مش فرقة كبيرة عشان بطولاته ومكسب بس اللي بيمسك فرقة كبيرة لازم يبقى عنده شخصية مسئولية سيبك من كل ده كمان لازم عنده مقاومات النجاح تاكتك ما لا نهاية عنده مجموعة تاكتك يدد تحركات لعيبة بشكل كتير لأن كل الفرق اللي بتنافس مثلا بتنزل نادي الأهلي بتدافع أنت هتفك إزاي الحاجات دي؟ وفي نفس الوقت أنت عايز تسهل اللعيب الكلاس إيه اللي هو اللعيب الأهلي ده؟ إزاي تحركاته بشكل جامعي؟ فأنت لازم يبقى اللعيب مبسوط وهو بشتغل معك جميل أوي مبسوط وهو بشتغل معك لأنك أنت بتسهله الأمور في الملعب جميل أوي لأنك أنت لو اشتغلت الصنبة واحدة محترامي أنت نادي الأهلي وكلام ده وشتغلت الصنبة واحدة هتبقى مفهوم هتدايق لعبتك لا استنى بقى استنى عشان أنت بتكلمني في حاجات أنا بحب أتكلم فيها دايما يعني اللعيب لازم بقى وبسوط أن أنت شغل معايا متاكتك أوكي لكن اللعيب اللي أنت بتقرس عليه في التمرين وتعرفه أن أنت ناقصه كتير وتدوس عليه بيكرهك في التمرين بيداقي منك بس بعد المواتش بيشكرك طبعا ليه لأنك أنت خليت شكله قدام الناس كويس وخليت شكل فرقيته كويس والكلام ده وفرقيته ماشى كويس لكن اللعيب اللي بتدلعه في التمرين وعارف أنه هو لا ما أنا يعني أشعى معميده ليه وهو ما يميده لعيب نادي الأهلي أنا ماسك نادي الأهلي وهو كده كده هيكسب ما فيش الكلام ده خالص في الكرة دلوقتي دلوقتي الكرة بتبقى صعبة بقيت صعبة وصعوبتها أن الفرقة الكبيرة لازم تفك شفارات الفرقة التانية فتفك شفارات ازاي وانت بتشتغل باتجاه واحد بالزبط بصطبة واحدة انت أصدك مرونة مرونة في قلب الخطة الأساسية طبعا طبعا عشان أنا أجينا أنا فهمتها خلينا بس نأكد على حاجة حاجة الفرقة كبيرة التحركات دي انت كمدرب بتفصلها بالزبط ايه مجموعة ايه بتشتغل ازاي يعني قصتك بيها جدا مهندس اه بالزبط خلينا نتفق على حاجة عشان أستاذ مشاهديين ما روحوش مننا الفرقة الكبيرة لازم بيبقى لها اسلوب لعب واحد او اتنين بلان وان او بلان تو صح كده صح مبقاش لها اكتر من كده بس في وسطها ايه بقى في وسطها بقى في وسط الاسلوب اللي انا بلعب به الاساسي بقى فيه مرونة كبيرة جدا ان انا اخترق من العمق ان انا اروح من الاطراف ان انا اعمل تحركات كدير جدا من غير كورة لا لا وتحركات بقى مختلفة ممكن تلاقي مثلا رمضان صبحي ووقف على الخط مثلا بقولك يا نمسي بعض بالزبط 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 حسين الشاحة ووقف على الخط وممكن في بعض الوقات تلاقي مش ووقف على الخط وموقفش على الخط خلص وطقي داخله جوه ووقف له جوه عشان بيتحرك بطريقة معينة مع رمضان مع اجايه عشان يضرب الظهر لان كل الكرة دلوقتي ازا نضرب ضهر الباك بالزبط في المسيح ودي خلي بالك مش سهلة ازاي يضرب خط ظهر الباك في مساحة بمجموعات لعب طبعاً وانت عمرك ما هتضرب ظهر الباك في المساحة عشان انت لعيب قوي او انت مهراتك عليه قوي ازاي جوارديولا يضربهم في يارضتين دلوقتي يا كبير الزبط اللي يروح على الخط يضربهم في ضربتين في خطوتين جوارديولا بشتغل بشكل جامعي موضوع تاني موضوع تاني موضوع تاني هو طريق بقى التاكتك والتحركات وقسم كده عند الجون لفوق شوية بعشة يارضة لفوق شويتين بعشين يارضة شوية بخمسين كده في الحيتل واللي مميزين في التاكتك في العالم اللي انا بحبهم يعني طوق الرقبي طوق الرقبي اي موضوع موالرقبي دي اكبر تكتلات ممكن تشتغل دماغك فيها عشان تضربها مواليا دي ان انا بتفرج عليها اه جامي بتفرج عليها وبيعمل معادلة في التاكتك اه والله صدقني لا انا مصدقك اه انا ما بتفرجش على الرقبة في التكتل. انا مصدقك ورده. سيبك مكورة خالص. انا مصدق. ازاي نختارك التكتلات دي. بس تازل تعمل لها معادلة. اه. يعني عشان اه طريق تحركات هناك بالايد. اه. بس تحركات. بس تدي لك انت افكار كبيرة جدا. اه جدا جدا. خلي بالك ان الناس ما تعرفش الكلام ده. اه. داربين كبار في العالم. بتفرجوا على الموضوع يعني. انا اول مرة اعرف الموضوع دي. اه. مش مش يعني. مش هنكر. بس اول مرة رقبي على طول في تكتلات كتيرة جدا. ازاي يوصل ما هي الكرة انت عايزة تووصلها من هنا تحطها جون. بالضبط. هناك بيوصلها من هنا تحطها الخط. بالضبط. ما هي هي. ام. بس هناك بقى تكتلات بالايدي. بس بقى انت بتשוב. اه بالزبط. ما هي هي. مستخلق مساحة في وصل تكتلات دي؟ بالزبط Lev writer. واعد استرم الكرة في حيث معينة. بس لازم تعمل لها معادلة اه. بس اسف اللي بقى عموهوم ان تعمل لها معادلة على الكرة عالك. معادلة زي ايه? لأ يعني عشان تنسب الكرة. يع يعني اديني برضو. لا مش هقدر اقول لك. بجد. لا والله. على شغلي بقى. معادلة ان هي تعمل اصدق نسبة وتناسب في الكورة. في الكورة يا تبقى الطابق الكورة. طابق اللي بيتحركات الكورة يعني. بالرجل بقى مش بليد. هي دي لو هو بص كابتان احمد. انا بقول لك حتة كده عشان الناس بس ايه يعني برضو تتفرج على المواضيع دي واللي موهوب يتفرج ويعمل المواضيع. بس بس بس. انت جيبت الخلاصة. هو تدريب موهبة مختلفة. مش اكتمها يعني عندي. لا انا بقولها للناس. لا 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 التدريب موهبة مختلفة. ما انا اقولك الحاجة. اقولك الحاجة. خد نموذة بتدريب اهو. اعمله. انت هتعمله غير ما انا هعمله غير ما واحد موهوب تاني. اعمله غير ما واحد عبكوري هيعمله. يعني ممكن تعمل اربعة اتنين. تعمل فيها حاجات كتير جدا مش في دماغ الناس. اربعة اتنين اللي يبتدأ. ده الغرض منه ايه? هدف. لكن ممكن واحد تاني ياخد اربعة اتنانية. تعرف انا ببسط من ايه? لما الفرقة المنافسة اللي بلعبها. لعيبها منهم يتكلموني في التليفون. طبعا. ويبقوا يعني ايه? يتكلموني في التليفون ويقولوا للتحركات اللي انت عملتها الفرقة النهاردة كان دايقتنا جدا. خلي بالك بتحصل لي كتير. بيكلموني في التليفون يقولي التحركات دي. اللعيبة هو اللي حسها. انت ممكن كمشاهد ما تبقاش مركز قوي. لكن اللعيب اللي انت قدامك واللعيب بتاعك يحسها. بيدور عكورة. بيدور عكورة. بلزبط. لو الفرقة بتحرك كويس انا افضل ادور عكورة. بزبط. انا هعرف قدينا جريت وقدينا تعبت فاكيد طبعا. اكيد طبعا. اه في ناس بتتهمك اتهام. اقول انت عايزة. ما ما وصلكش? لا والله. بجد. بيقولوا ان الكابتين احمد سامي انا عارفك كويس انا انا الحمد لله انا بعرف اقرى شخصيات كويس الحمد لله. بيقولوا ان احمد سامي. اه بيكسب ماتش اتنين وشكله بتغير بعد كده. خالص. اه انا عايزك توضح للناس. لا والله. ما فيش الكلام ده خالص. بيبدأ جزء من الاعلام. في المؤتمرات الاعلامية. لازم ادفع عن لعيبتك. انت لو مدفعتش عن لعيبتك تبقى انت. لا وليك مطلق الحرارة. اه دافع عن لعيبتك. انت خلي بالك انت بتتكلم تشوف كابتين ساد عب حفيز. بيطلع يعمل ايه. لا لا حق. بيدافع عن لعيبتك وبيتكلم في امور بيدعي خالش. بالزبط. فلتازل دافع عن لعيبتك. بالزبط. اه انا محترامي لكل الاندية الكبيرة في مصر. لما انا بسك النادي صغير لازم احافظ لازم ادفع عنه. ده حق ده حق. يعني مش قصبت من انتمائي ان انا نادي اهلي. مثلا. انتمائك ان انت اهلاوي. لكن الشغل ملوش علاقة بالكلام. احنا تعلمناك الكلام ده في النادي الاهلي. بالزبط. بالزبط. انت مدرب تكسب النادي الاهلي تبقى مبسوط جدا. اه عادي. يعني. للمشاهدين دلوقتي. لكن حتى ان انا ان انا سامح الله. مرة ما تطلع مني والناس القريبة مني تعرف الكلام. انا عارف كده. اه. بس في ناس مش عارفة كابتين احمد ثاني القوليس. سامح الله لا لا. فبينشوفوا اتغير حتى لغته معنا اتغيرت. خالب. عمري مين نوع. ممكن اقول لهم يا جماعة. اه يعني. يعني بنتكلم في العموم. ممكن شدت الماتش. بعد الماتش. اعتقد كان بيرامدز انت اتنرفز تجامد جدا. اه. قلتونهم ده اي مدرب بيخاف على عدد. ملاش علاقة دي بالتعملات. التعملات انا يعني انا طالع الباب مقفول فبزوق اتكسر. يعني ملاش علاقة يعني. بعدين ده النرفازة دي موجودة عند اله عند كل الناس. عند كل دموم حامي. عند كل الناس. يعني كل الناس في كل الجمادات. اه. زي ما انت بتقول. لكن انا عمر يا سامح الله عمري ما بتغير ده كل الناس اخواتي وبعملهم احسن معاملة والله. على قد ما اقدر يعني. ماشي هو التام واحد بس عارفك انا فيش التامات تانية. تعالي نطلع فصل. طعا نطلع فصل. عشان نتكلم عن الاهلي بعد الفصل. عودة الاهلي لمسلم. موسيقى ده سمة الابطال. فهم فكل لكل حسان كابوة. فالاهلي ان شاء الله بيعدي عدة بمراحل اكتر من كده بكتير. وعدة منها وخد الدور ودور الابطال. وان شاء الله النادي الاهلي هيعمل مؤجزة السنة دي. واياخد الدورة واخد دور الابطال كمان. وكاس. مفيش حاجة ان شاء الله الاهلي مش هيخدها السنة. طبعا الاهلي سريع ومن زمنه وكدا كدا بيكسب اصلا. وان شاء الله في انجازات السنة دي. يعني الاهلي حديد يعني من يوم. وان شاء الله الاهلي هياخد الدور السنة وان كنت متوقف طبعا. وللي فريق كبير طول عمر فريق كبير. ده ياخد أكبر عدد بطولات من زي الفرقة الكبيرة زي ريال مادريد وبرشلونة ياخد أي بطولة يخش فيها طبعاً أهل بيخش فيها بينافس فيها فالأهل فريق كبير طوله عمره فريق كبير وإن شاء الله ياخد الدوري السنة وبطولة أفريكيا ونلعب بقى أفكاس العالم للأنديا إن شاء الله إن شاء الله الأهل دي ما فايز وبطولة الدوري دي ما معانا والحمد لله وربنا نجل أهلي وربنا يحفظه وربنا نجل القناة دي أنا طبعاً كنت متوقع عشان نروح لفرينا الحمراء طبعاً ويعني إحنا متعودين على كده البطولات وهم حاجة البطولة دي بالذات السنة دي لازم تبقى في الجزيرة حكيط طبعاً الأهل قادر على كل شيء زي ما عودنا إنها مؤسسة كبيرة تقدر بتعود في أفريكا وفي مصر وفي كل حتة في العالم عودنا نادي الأهل على كده وعودنا إنها مؤسسة كبيرة وما بينطويش قدام أي حد بإذن الله أهلي يردعوا يأخذوا الكاس وبإذن الله يكسب المطش ده بإذن الله ويأخذوا الكاش والأهلي إحنا طول عملنا عارفين الأهلي مشرفنا في أي حتة والأهلي حديد بإذن الله أكيد هو الأهلي ما كانش ضعيف أو كده هو كان الفرق بس في المؤجلات بالنسبة للأهلي والزمالك هو الدوري من غير أهلي أو زمالك أو كاس أو أي بطولة عموان فهي بتبقى متوقفة عليهم يعني الدوري من غير أهلي أو دوري من غير زمالك بمن ملهوش طعام أكيد يعني صراحة لا لا بس الأهلي بيرجع فيها لحظة وممكن نخرج الدوري بس برض الزمالك في لعبة كويسة لسه الدور في الملعب طبعا لأن الأهلي كبير والكبير دايما معودنا على كده النفس الطويل البطل بروح البطولة الأهلي طول عمره كده كبير طبيعي بتاع الأهلي طبعا لأن الأهلي على طول بيأخد الدوري فالطبيعة هيأخد الدوري إن شاء الله بإذن الله نادي الأهلي تتوقع منه كل شيء نادي الأهلي ده نادي عظيم وعريق نادي الأهلي بس ينقص الجمهور ويشوف نادي الأهلي بالجمهور نادي مستوى عالمي إن شاء الله يبقى مستوى عالمي بإذن الله ويرجع الأهلي اللي أنتو عارفينه أكتر كمان لكن لكل يعني لكل فرق كبيرة كابتان أحمد شوفنا مثلا ريال مدريد أنا كنت أتكلم في الجزائية التانية اللي كنت أتكلمها حضرتكو بعد ما تكلمت على أحمد وسامة كنت أتكلم على جزائية ريال مدريد آآ وإزاي ريال مدريد بيقع وقعات غريبة جدا وإزاي الناس بتقابل اللي وقعات دي يعني ماشي إحنا مستنيين تاني مستنيين تالت مستنيين رابع يعني أنا غير مدير فاني طبعا لما ده غلق هو خلي بالك الماتش الأولين اللي في الكاس مع برشلونة آآ ريال مدريد عبد الماتش جامد جدا بس عنده ما عندهش روناردو ما عندهش حد يبيجيبه جوان لما عنده حد بيجيبه جوان كانتكسب متش بتاع الكاس متى برشلونة بعدها بقى بتلاتة اربعة ايام الماتش التاني اللي في الدوري طبعا مأثر الماتش ده عندها بس هو طبعا كان رئيس النادي بيقول أنا حياتة الساس التقشف السنة دي عشان حتى زيدان كان ماشي ساعتها عشان بعمل الاستاد بستمائة مليون يورو برضو هي مش حجة لأن برضو الكائنات الكبيرة كده زي ريال مدريد والكلام ده بتعودين على بطولاته ولها جمهور ولها ضغط ولها كلام ده فهو ابتدى يرجع تاني ورجع زيدان وهيبتدى يعمل آآ الساس تقشف بقى وميزانيات تانية خلص واشتري العيد في حتة الاندية الكبيرة ما تستحملش الكلام ده تستحملش الساس تقشف ولا الكلام ده خلص لازم يبقى عندك ميزانيات وتحاول تكبر موارد النادي كل سنة عشان تستحمل كمية البطولات انت بتخشها والانت بتنافس عليها بالزبط بالزبط بس يبقى في حاجة منتظمة يعني مسابقات منتظمة يعني السادي طبعا خلي بالك إصابات نادي الاهلي ولا من مدرب ولا من دكتور ولا من حاجة إصابات نادي من البطولات وكانت أكبر غلطة نادي الاهلي عملها انو خش بطولة عربية حتى لو كان مضطر لو كان مضطر كان بعد صف الثالث لكن انا في كواليس كده ايو انا مضطر ما اقولك لو كان في توجهات يعني كان ممكن يبعت يعني الناس ما بتلعبش خالص اللي بعيدة خالص عارف كابتان احمد لنادي الاهلي قدروا ان هو بيكبر اي بطولة بيرحق مش مش على حسابي ما هو اللي حصل مش على حسابي في اللعيبة اللي انا شاريها بملايين مش على حساب الكلام ده اللي حصل والحمد لله احنا ما عدناش فيها يعني ما عدناش كتير في لكن هو الاصابات لله اهلي بترجع لعدم انتظام او البطولات الكتير اللي لا يخشها وعدم انتظام مباراة الاهلي وشايفت الثورة اللي جاية ان شاء الله احنا صعبنا بدوني شوية عن نفسنا لكن طبيعي جدا وبإذن الله يعني بإذن الله المباراة بقى سهلة في الملعب مباراة اللي جاية خاصة الفريق شايفت الثورة مش المرعب ولا انت شايفه ازاي لا انت انا مش شايف الفرع اللي بتلاعب الاهلي انا ببص على النادي الاهلي جميل اوي النادي الاهلي حلو اوي انت بقى عندك قدر من المسئولية قدر من التركيز كلعيبة وكجهاز والكلام ده ان انت هتعدي هتعدي ويبقى ماتش سهل اوي بالنسبة لها انت اللي بتصعب الامور ليه انك تبقاش مهتم انت تتكلم عن ماتش ماتشين اللي برا الارض اللي اتغلبه الاهلي تحس ان اللعيبة اه في عوامل مناخية وفي ملعب كرتان وفي قصة فيه اتموسفير برضو بيشجعها عامل خارجية صعب اه عامل خارجية صعب بس برضو ما هو عامل خارجية دي انت فرقة كبيرة انا معاك اه فرقة كبيرة لازم يبقى عندك اه اه الطرق او اه 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 اله الخطط الورون اللي احنا بنتكلم عليه والكلام ده ان انت تقدر ان اللعيب حتى تقسم مجهوده عشان لو الدنيا حر او الدنيا رطوبة او ملعب ناشف يشيل التسعين ديئة يشيل التسعين ديئة على حسب رايا بتسلم رايا لكن لكن انا ما سيبش الامور وحس انها بلعب على الارضي والعوامل الخارجية ضدي ومصمم على اللي في دماغي هتغلب لكن انت بتكلم على الماتش الجاي لا انت تدور على النادي الاهلي النادي الاهلي هو اللي بيتحكم الفرقة اللي قدامه ضعيفة ولا الفرقة اللي قدامه قوية جميل اوي عشان تبعارف يعني بصراحة يعني الرد كان بصراحة ورد مكنع جدا فعلا انا مش لازم نبص الفرقة التانية الاهلي فعلا زي ما كابتان حمد سامي بيقول هو اللي بيتحكم في الفرقة التانية بالزبط هو اللي يبقى تدي فرصة ان ان تدخل الفرقة دي الجيم معها ولا من الاول وانا شايفه ان هو ماتش لو الاهلي في حالته لا ماتش سهل بالنسبة له خصوصا ان هو على الارض لكن لازم نعالج لان في مشكلة لازم نعالج الجهاز يعالج الحتة اللي يعبه بره ارضه العيبة بتبقى مختلفة مش هي اللعيبة اللي بتلعبه هنا طب في مشكلة ما بس انا ما عرفهاش يعني بس في حاجة ما تعرفهاش لا ما عرفهاش ولا يعني ولا لا اقدر اقولها لان انا هم الجهاز دي احترامه ولا انت شايف مشكلة اوكي لا هم 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 يعني هم قدره بيها لان هم اللي معهم لان حتة خارج ارض الاهلي ده او السفر بره ده لان انا كان مميز فيها جدا جديدة علينا جديدة علينا ان انت المطش بره ما بتعرفش تكسب ويبني ان انت اسلوبك ببقى مش كويس لازم يبقى فيها في مشكلة هما اكيد قادرة من انا من احنا اللي اتكلم فيها طيب هبقت شوية هنتكلم في العموم هنتكلم في العموم يا جماعة فعلا ان السؤال ده عايس اقال له الكابتان حمد سامي هل هناك خبرات افريقية وخبرات محلية وخبرات أوروبية ولا هو دلاش الأفريقية خلص خلينا بد عن الأفريقية هل هناك خبرات أوروبية مثلا أنا رايح الدور الإيطالي هي كرة بتاعة أوروبا ودير الكرة بتاعتنا دي منفوخة شوية ودي مفسية شوية أنا بسألك أنت بتلعب في جو حر تلعب على ملعب ناشف زي اللي إحنا وقفين على اليدا أنا دلوقتي أنا اللعيبة اللي عندي حالتها إيه تقدر تاخد مني قدي إيه واجدد الدم بقدي إيه وقفل قدي إيه يعني أنت ضد النظرية دي دي النظرية اللي أنا جورديولة مثلا بلاش جورديول دي رؤية دي رؤية 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 بتاعت موقف لكن هو الأهلي هو ببقى أسلوبه كده الماتش اللي فات لأ طب اللعيب اللعيب ببقى فيه حاجة غزب لعنه لا 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 أنا بتكلم عن خبرات هل لازم لعيب بلعب مثلا في دوري محلي هو أنا أجيب اللعيب عندي لا خبرات لا ما ينفعش ما ينفعش لازم يبقى القماشة مشتغينا كم من السؤال لما أنا بقولك ما أنا عارف هتقولي قول قولي أنت قولي لأ والله لا أنا عايز مع الرأيك بجد في الموضوع ده لا الموضوع ما ينفعك بعمل أنا أنا مع نفس رأيك على فكرة هو كله خبرات ما ينفعش كله خبرات أنت مين اللي بره مين اللي واقف شايف أن أنا أشد ده أحط ده أتحرك إزاي أقفل هنا أفتح هنا الكلام ده ده بره قصة أنت تتحكم فيها مش اللعيبة أولي بتحكم أنت اللي بتحرك تمام فهي بص بغض النظر هي أكيد مشكلة مش كبيرة عشان تبقى فعلها لا خالص 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 لا يعني أنا مش يعني الموضوع ده بتاع الجهاز ما أقدرش أتكلم فيها تمام تمام شايف مين في مصر اللعيبة في مصر فيهم السمات الاحترافية الله بلاش نسمي يعني قل لي مسلا كام لعيب يعني أنا شايف رأيس سمي سمي براحتك أوكي تعبيره متس ده دفندر هيل بس لاجه الفترة الأخيرة دي بصراحة اللعيب اللعيب نص الملعب ده مهم جدا بالنسبة للفعل طبعا هو يعني أنا عايز أقول لك يعني كل حاجة يعني آه يعني هو هو كل حاجة كمان عندك بقى حتة اللعيب البوكس تو بوكس ده تمام ده لعيب آه بقى عملة نادرة تمام اللي بقى لك واللعيب اللي بيتطور نفسه آه ده آه اللي بيشتغل من هنا لهنا ده آه ده مش موجود كتير في مصر مهم مش تبقى عارفه مهم لكن حتة الديفندر اللي هو حماية للسرد باك بس لا آه يعني ابتدى آآ يستغنوا عنها مهم ابتدى يستغنى عنه بيعملوا محطات دفاعية مختلفة على حسب الكرة فين مجموعات دفاعية محطات دفاعية أيو وأنت بتهاجم مجموعات بالزبط محطات دفاعية دي وكرة معاك مهم بتبقى موجودة على حسب الكرة فين بالزبط ما يبقاش معروف إن ميدو هو وقف قدام السردباكات السردباكات هي اللي بتدفع بس لأ الكرة فين وانت بالمضاد بعمل محطات دفاعية فين للعيبة معينة ما بقاش فيه واحد بتاع دفاع واحد بتاع هجوم واحد لا مفيش الكلام ده التخصص ده ما بقاش موجود لازم تبقى انت انت وضعك فين والكرة فين وبتشتغل ازاي في ظهري مين بس جميل اوي جميل اوي يعني ما بقاش فيها ما تسمي مدافع ما ينفعش نقول لها ما تسمي مدافع حتة انا بتلمك عالديفندر حتة الديفندر انه بيقولك الرقم ستة لقدام البتاع هو ده النت وده الشبكة لقدام اللي على طول هو اللي في ظهر الناس خالص خالص لا مركزية لا مركزية حتى في الديفندرات الديفندر لو صادف البوكس ده واقف قدام السادباجات هو اللي بيقوم بنفس المهم طالما هي الكرة فين انا بتحرك ازاي عانيتم التحكيم يعني كل مصر عانيتم او انا بس طب شاف التحكيم السعادة ازاي مختلف عن السعادة هو مضغوطين زي الدولين وزي اللعيبة زي الاجهزة زي الادارات كله مضغوط السنة دي لان السنة دي ما تحطهاش قياس على اللي ممكن يحصل السنة الجاي السنة الجاي لو فضلنا على الحال ده لا هيبقى فيه انهيار انهيار بدني للعيبة انهيار اصابات انهيار كل حاجة حتى الحكام مش هادروا يستحملوا لكن انت لو عملت نظام اه ممكن الله يكون فعلوم السنة دي انا مكلمت بقى عندك فرصة السنة الجاي تعمل نظام بقى عدنا بقى الفترة الاستثنائية مش نفضل في طول عمرنا في الفترة الاستثنائية انا معك بورد فالسنة الجاي تتعرف بقى ايه تزد انا ابتدي امتا وهاني امتا وماتشات بقى كل مثلا اسبوع ماتش كل ماتشين كل اسبوع ماتشين براحتك اللي انت عايز تعمل اعملوا بس عند الداتا عند الداتا عرف عمل فاطل اعدادي بشكل منظم عرف اصبط نفسي عرف اعرف موعيدي بس هتبقى من موضوع مختلف خالص تعالى نشوف تقارير عن الحكام نشوف الكابتن جمال غندور بيتكلم على الحالات التحكمية والشكل التحكمي ونرجع لحضراتكم مع النجم كابتن احمد سبي خلينا أبدأ أقولك أن الموسم السنة دي موسم أصعب المعاسم اللي مرت على كرة القدم المصري طبعا سببها تجربة بيراميدز بدخوله في المنافسة على الدرع مع الأهل والزمالك مع احترام الشديد لكل الأندية المصرية أسماع كبيرة جدا ولكن فكرة المنافسة على البطولة أو على الدرع كانت دايما خاصة في العشرين سنة الأخلانية محصورة بين الأهل والزمالك فقط الأهل بطل الدوري أو زمالك بطل الدوري أي أن كان العدد والنسبة عشان ما ندخلش نفسها في قصة مين اللي خاد الدوري أكثر كان كل نادي تلاقي تصريحات حتى المدير الفني أو الإدارة تقول لك إحنا إن شاء الله السنة دي بنفس على الدخول للمربع السهل بقيت الأندية لأ النهاردة اللي وجدنا نادي عايز ينفس على الدرع فده صعب المأمورية شوية وأصبح النهاردة في منافسة أكتر شيء الثاني إنه الكرة في مصر السنة دي وأنا شايف وملاحظ ده إنها بتتلعب برها الملعب أكتر من جوا الملعب بتتلعب برها الملعب من تصريحات نارية رؤساء أمبياء مديرين كرة مديرين ثنيين أصبح المسؤولين عشان برضو ما نعفيش المسؤولين من المشاركة في بعض المسؤولين عن كرة القدم في كل تخصوصاتها فأصبحت المسألة خارج الملعب بتمثل ضغوط غير طبيعية على الحكام اللي هم مش نقصين ضغوط أصلي وبالتالي السنة دي كان فيه أخطاء أخطاء كبيرة وكتير خاصة في البداية شفنا شيء تاني وموضوع تاني وهو دخول تجربة الحكم الإضافي للسنة التانية وهي لسه ما زالت في بدايتها أيضا دي سببت بعض اللغط سببت بعض المشاكل وشفنا أخطاء تسبب فيها الحكم الإضافي اللي هو جاي يساعد فمساعدته كان جاية سلبية مساعدته قلبت بعض المباريات وأصبحت مؤسرة في نتائج بعض المباريات وحتى للفرق الكبيرة وبالتالي هذا الموسم من المواسم الاستثنائية في كل شيء في الضغوط في الأخطاء في قطرة الأخطاء في اهتزاز مستوى معظم الحكام أنا مش عايز أقول كلهم المفروض أقول كلهم لكن معظم الحكام ومعظم دي بشكل كبير بقى فيه تفاوت بقاش فيه سبات مستوى بقات الحكام ولهم العزر أنهم يرتكبوا أخطاء وهذه الأخطاء من سوق التوفيق ومن سوق حظوم التي تبقى مؤسرة في نهاية المباراة أو إحنا بنعتبرها بمؤسرة حسب مصلحتنا وحسب مصلحت كل نادي أنا بتمنى هذا الموسم يخلص على خير لأنه فعلا موسم للنسيان بالرغم يحبت تحت دي ثلاثة أربع خطوط بالرغم أن هناك جهود مبزولة بشكل كبير جدا من القائمين على التحكيم يتعبوا بيشتغل بيحاولوا لكن هي الفكرة في أنه المناخ صعب وجوه بقى صعب وبيتصعب كل يوم عن التاني بتمنى إن شاء الله الموسم يخلص ولفكرة الناس شايفة أنه الموسم عدم استكماله إلا بعد نهاية الأمة الأفريقية ده شيء سلبي أنا شايفه شيء إيجابي بالنسبة للحكام هو بالنسبة لي مستوى المنافسة لأنه هنا هيؤجل شوية ونأخذ راحة شوية من المباراة الصعبة والجو المشحون وهيبقى فيه تهدئة وبعد البطولة حيبتدي نبتدي من جديد فتبتدي الناس وهي هادية شوية تحكي بالمصري بيمر بمنعطف أنا شايف أنه هو صعب تمنى له إن شاء الله أنه يمروا منه على خير وتنتهي المسابقة من غير منقول أن الحكام هم السبب في أن ده خد الدوري أو هم السبب في أن ده ما خدش الدوري وده متوقع أتمنى تنتهي المسابقة على أنه ما يتقلش في النهاية أن الحكام هم السبب في أن الفرقة دي نزلت والحكام هم السبب أن الفرقة دي ما نزلتش لأن خلي بالك هذا العام سواء في الهبوط أو في المربع الزهبي أو في الدرع مش حينتهي إلا في آخر صفارة وأنا بقول لك من دلوقتي وسجل كلمتي آخر أسبوع في الدوري حتلاقي الناس مستنية بالليل مين البطل ومين اللي حينزل أنا بتوقع ده وده بيزيد الأمور صعوبة تمنى إن شاء الله التوفيق للحكام بتمنى التهدئة بتمنى أنه المسؤولين عن الكرة سواء في الأندية أو في الاتحاد أو في اللجان أو حتى في الإعلام أو في المشجعين في الجماهير ياخدوا حبوب تهدئة شوية يهدوا نفسهم شوية عشان في النهاية صورتنا في الآخر هي اللي هتظهر أهلا بحضراتكم من جديد ده كان كابتن جمال غردورة كابتن أحمد بتكلم في نفس الساقة اللي بتتكلم فيه الحكام برضو محتاجين إن هم ياخدوا راحة كل هايز اللعيبة والإظهارات عايزة تريح برضو كل هايزة تريح الموضوع صعب يعني السنة دي صعبة جدا وربنا سهل وتعدي على خير يعني تبتديني كلمة وعايزة أتكلم بحاجات كتيرة بس بس كت برضو لو قلتلي برضو أن الأهلي هو اللي بيحدد شكل الفريد اللي قدام لو لو تخيلت الماتش اللي جاي بعد بكرة تتخيلوا إزاي أنا بتاعلي يعني العيبة وصلها المسؤولات كبيرة لأن الماتش ده يعني أعتبر ماتش فاصل ماتش فاصل إن هو هيحدد وأنا بقول لك الآل إن شاء الله لما يعدي بشكل كويس الماتش ده إن شاء الله يخدوا البطولة السنة دي يعني كانت احنا بقالنا دي تالت نسخة يمكن بنوصل وما بن وما بناخدش البطولة لأن أنا شايف إن النادل آل يعني حتى التعصرات دي لو عدى المرحلة دي إن شاء الله الطموح هيبقى مختلف والدوافع مختلفة وحتى يبقى اللاعيبة برضو وصل لها حتى اللي ما كانتش موجودة جديدة أول مرة تخدوا البطولات دي يبقى وصل لها برضو الإحساس البطولة تمام تمام لكن أنا شايف إن الماتش ده الأهلي ممكن يسهله وممكن يصعبه على حسب تركيز اللاعيبة عامل إزاي لو قلت لك على القايمة نادل آلي ما شاء الله كابتان أحمد يعني فيه شناوي ولطفي وشوبير وحسام عشور أحمد فتحي علي معلول وشوبير متأيد؟ آه متأيد أفريقيا؟ آه أو لا ولا كويس؟ الشوبير مش متأيد أفريقيا لا 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 ده هو في العيشين الأجواء بس آه آه فيه حسام عشور أحمد فتحي علي معلول سعد سمير أيمن أشرف رامي ربيعة ياسر بن رهيم محمود وحيد عمر السلية كريم ندفد ناصر ماهر محمد هاني رمضان صبحي حسين الشحات جونير أجيه آه وليد أزارو مرهان محسن صلاح محسن أحمد حمودي دول اللي سفروا شوبير آه أكيد مش متأيد لا أنا بكلمك على القايمة يعني ما شاء الله يعني أسماء ما شاء الله ما شاء الله ولسه بره وليد سليمان وآه يعني المدرب يعني يقعد حاط رجل على رجل وحط التشكيل اللي هو عايزه متفائل احنا أخد كاسة أفرا كاسة عدي عدي بس المرحلة الجاية دي ناتش اللي جاي آه وبعد كده بقى شوف بقى حساباته ايه في دماغك كماتش بطولة الماتش ده عشان تعدي المرحلة دي لازم يبقى من أول دقيقة من أول دقيقة وخطورة الموضوع الكور المرتدة الكور المرتدة عند ندر علي مشكلة عليها فأنت أكيد هتشتغل بضغط هتشتغل تضغط عليه من قدام والسيناريو ده هو المتوقع بس انت بقى لازم تحافز على الخمسة وعشرين يارضا مش كنت نادي قالي في الفترات السابقة أيوة التلت خطوط بممطوطين زيادة لأن برضو نادي القلي ده وفعه كبيرة فبيضغط من قدام جامد قوي وفي نفس الوقت خط دهري بيبقى متأخر طب ليه ما بيقللوش المساحات ما أنا بقول لك يعني دي مشاكل من ضمن المشاكل اللي شفتها في الماتشات اللي برة فيعني لازم يبقى حتة البلوكة الواحدة في الخمسة وعشرين يارضا التلت خطوط دي لازم تبقى موجودة عند نادي الأهلي وانا شايف إن شاء الله لو نادي الأهلي جاب جون في الدقيق الأولانية في أول الماتشة الماتشة هيبقى هيروح في حتة تانية خالص طب شايف دوافع فريق شايف تتصور ايه دوافع إن هو عايز يكسب خلي بالك الفرق اللي تيجي هنا عايزة تعمل تاريخ ده بقابل النادي هنا وبقابله هناف على أرضه وطموحه إن هو برضو عايز يوصل فهمني بس طيب أبعد شوية عن الأهلي ولو قلت لك الخطوة اللي جاية كأحمد سامي لا ما بقى خلي بقى لك أنا بقى يعني لو في حاجة بقعد وأفكر يعني نشوف الدنيا إزاي وبعد كده بقى أخد القرار لكن أنا ما فيش حاجة أنا يعني مش من نوعية اللي بخطة تمسك حتة وكلام ده لا ما فيش كلام ده أنا سايبها ما فيش مفاوضات من أي أندي يا لغاية دلاتي لا خالص لا لا ما فيش كلام ده دوا أنا ماسك النجوم كان فيه كان فيه آه كان فيه عندها كبيرة كان مندي كويس يعني فعلا بس أنا كنت الفترة دي كنت ملتزم مركز مركز مع فرق مركز مع فرق مركز مع فرق اه في الفترة دي يعني طب ده ده وقت بيدور المدرب لأن كنت أعرف برضو حد مدرب برضو كان عنده عروض تدريبية كبيرة من أندية لازم 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 المدرب ما يمسكش اكتر فرقتين في السنة لازم عشان الادارات تبقى مظبوطة اختار كويس عارف اني ده معها واللعيب اللي يبقى مقصر هو اللي يمشي مش مدرب حلوة طب ودي من الاتحاد الكورة اللي بقى له تلاتين سنة عمالين نقول الكلمة دي وما حدش بقى عاملها مش عارف ليه ايه المشكلة يعني هو في ايه هو في ايه انا نفسه عارف ده انا مدربة هو بقولك لازم تعملها اعمل قوانين وطبقها بكل صدق والله العظيم المنظومة دي كل شيء شام زكريا قال لي نفسي القصة لا اقول لنا نفسي بقى فيه قال لي انا بشوف مدربين عامل دربين تلت اربع فرق في السنة اربع فرق وساعة خمسة والله لا يعني ايه كده ويطلع من ينزل الممتاز بيه وروح نزل على الممتاز يعني ايه فعش الكلام ده خالص طب العيف في ايه يا كابتالي العيف ما هو اللي ملقيش دلع ودلع ربنا حاسبه ما هو اللي عيف اللي بختاره لا اه اللي ملقيش دلع ودلع انا راجل كادارة انا غير من حاجة تعالى ميده روح يا احمد روح مش عارف ايه وانت تبقى يعني انت في النص انت اضعف واحد والادارة بتلاقي دلع وما لازم تدلع مش حد بيه حاسب اصلا اه لكن لما يبقى عارف ان هو المدرب ده لو مشي اه ليك واحد تاني لو جبت بقى ده وخلي بقى لكن اللي يمشي كمان لازم ناخد مرتبه لغات اخر السنة اه كمدرب انا معاك والله جدا اه عشان لما تيجي تمشي حد تبقى اقد المشيان ولما تختار حد تبقى قد الاختيار بيه الزبط عليك نور لكن احنا شغالين هنا يا سبهلالة اي حد اه والله اي حد نفسه في حاجة بيعملها بفلوسي بفلوسي ايوه يا كابتن بفلوسي يا كابتن لا لا مش كده اه انا ما بنقبلش الكلام ده خالص اه اه والله ما بنقبلش الكلام ده مش هكاد بفلوسي ولا الكلام ده بس انت بتشتغل لا معلش انت بتشتغل تتكلم بصراحة انا بكلمك بصراحة لا لا الموضوع مش فلوس في ناس بتقبل يا كابتن لا انا تقبل بازل ما انا عايزة انت بتنكر ان في ناس بتقبل لا بازل ما دخليش هناك بفلوس لا مش بيدخلك في مواضيع انا بكلمك في النساء انت اميدو خليك بس معي انت متدلع لو ما استفدش بالدلع ده ربنا حازبك ما انا بقول لك ايبا ايب خلاص انت راجل انت بتشتغل في ما فيش نظام فانت هتعرف تتحرك زي ما انت عايز ما انت مش لايه حاجة ما فيش قواعد رولز تمشي عليها وانا فيه برضو احنا بنتكلم والله انت عارف انا مش من الاتجاه ان انا بصدر كلام مش بصدر كلام هو ده النظام لازم يتطبق لاننا عندنا الموضوع فج عارف انت الموضوع ده لو مش فج عندنا ممكن ما تطبقوش فج جدا اه لكن الموضوع ده فج بالله فترات كدير لكن انا كحد رئيس النادي اصلاح انا بنقول لي من حاسب مش من الاندية من اتحد الكورة انا راجل لو انا من اتحد الكورة اعمل قرارات انا مش دعو بالاندية مين قوي ومين ضعيف انا بحط نظام ويمشي على الكبير زي الصغير طب ماشي ماشي بس يعني اسمعني اسمعني يعني بلاش رئيس نادي واحد مسؤول يا سيدي لو بتحاسب مش هينطقي كويس ويبقى ااخد باله جدا 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 وعارف ان هو فيه حد يحاسبه طبعا ومين لها حاسبه ما انا هقول لك اهو فيه ناس بتحاسب وفيه ناس يقول لك لا انا والله انا فلوس انا اللي بجيبه وبادي ومحدش لي مسؤولية عندي ايه ماشي فيه رولز لو ماشي بقى اتحد الكورة حاطة رولز دي بالزبط فلوسه دي هعملها ايه حطها في بان ايه احنا احنا طلعنا موقفل اه بالزبط يبقى يحويش هيجيب لعيب كويس مش هيحويش لانه هيدي المدرب برضو فلوسه كلها زي ما انت بزبط هي لغات اخر السنة اه لكن انت ما ينفعش انت في التروس بتاعت منظومته الكورة واحد ضعيف واحد قوي هم التروس ادارة زي مدرب زي لعيبة هم ده عامل التلاتة دول تلات نقاط دول واحد هم ايه ايه الروابط اللي ما بينهم هي قواعد بتمشي عليها وكل واحد ينظم العلاقة ما بينهم هم خايف اقولك اه شو عاعل النور اللي انت شايفه تقول لي مش شايف حاجة لا فيه ده احنا احنا بلد كويسة جدا لا لا في لا في كورة بلد كويسة جدا في كورة والله العظيم عندنا عندنا مقاومات عندنا مقاومات كلاعيبة عندنا لعيبة كملاعب عندنا ملاعب مدربين عندنا مدربين سيبك انا معلش انا يعني هاخرق برا القصة دي واكلمك عالمدربين اوكي حاجة بسيطة كده وارجع تاني اوكي عندنا كل العوامل دي اللي تنجحك عندنا استادات وعندنا فنادق وعندنا بنية تحتية وطرق عندنا حاجة كويسة عندنا المدربين ينجحوا عندنا مدربين كل المدربين اللي بيجوا من برا معلش مدربين مصريين في نسبة كبيرة اللي موجودة احسن منهم. معلش. انت بجيب ليش جورديولا. انت بجيب ليش كلوب. انت بجيب ليش حد. انت بجيب لي مدرب وانا قريب منه. يعني انت بتجيب لي ما بتجيب ليش طفرة. يعني مثلا بتكلم مثلا في الدول العربية الفلوس اكتر شوية فبيجيوا مدربين عالميين. مصنفين. فاهمني? لكن انت. وطوروا شوية فاهم. مصنفين. مدرب بفلوس كتير. هم. لكن انت هنا. اصدوروا في الاماكن اللي هما. اه. اه طبعا. انت هنا. بجيب مدرب وريب من دوروا مدرب مصري. مدرب مصري في بعض الاوقات احسن منه. هم. فانا دي انا متحفز عليها. هم. تمام. زايد انت عندك كل المقاومات دي. بس انت ميدو. معندكش القوة. والنظام. والقانون. هم. انا بكلمة في الكورة. هم. عندنا القانون الرياضة. هم. عندنا كل حاجة. هم. لكن انت بتشوف اي حد نفسه حاجة بيطلع يقولها. هم. لأ كل اللي يلازم دي كل دوت نهاية تأهيل القصة دي كلها. وتبقى مرتبطة ببعض. هم. اعلام مع التحاد كورة. مع دوري. مع العيبة. مع مع رئيس ناجي. بشكل واحد. بشكل واحد. هم. وانت خلي بالك مص صعب. خالص. انت عندك كل النوع دي ايجابيه. بس انت معندكش رولز. ولو عندك رولز خوافت طبقها مع عرفش ليهانا متخاف ليه. هم. انا علاقتي بميدو. برا الهواء اخوات. لبا ان دينا الهواء. شغل. في شغل. بالضبط. انا رأي وانت رأي الا Fatima مش مقتنع برايك والكلام ده. والنزعلناش من بعد. خالص 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 خالص. مش عشان رئيس ناجي يتكلمك في التليفون او ده يتكلمك التليفون او داك اللي ما كنت اغير تفكيري. لأ يبقى انت معندك شغل اما انت لا تصلح للمكان انت فيه. قوتك من قوة انت بتنظم يبقى انت تنظم صح بكل قوة. واللي مش عاجبه هو حر. ما يعجبوش. لكن انت طالما انت شايفه ماشي مع القانون وماشي مع صريح وبتعامل كل الناس ما فيش حاجة اسمها النادي صغير ونادي كبير زي ده انا نسيت اقول لك على حاجة. اقول لي. من ضمن برضو عدم النظام ان لازم عشان يبقى فيه رخصة للدور الممتاز. رخصة يعني ايه الدور الممتاز. يعني عشان ببقى ممتاز به. واطلع للدور الممتاز لازم يبقى معاها رخصة. رخصة النادي. مش ايه حد تطلع دور الممتاز. معلش ما احترام الفرق بتطلع بممتاز به. وهي طلعة بتطلع. معاك رخصة وايه يعني ايه معنا الرخصة دي. يعني الميزانية. لازم تحطيلي فلوس في البنك. فلوس اللعيبة دي. تبقى في البنك اللي انت متعقد معها دي عشان تطلع دورة ممتاز. وده الاحتراف. مم. ما نفعش يبقى العيب يقعد يشحط منك ويدور على رئيس النادي ويدور على عيده مجلس يداره عشان ياخد منه مرتبه. مم. ما نفعش انت تأخره لخمسة وعشر وخمستاشر في الشهر. مم. لازم يبقى ليك ميزانية. مم. والميزانية دي تبقى واضحة وفي حساب اتحاده الكورة. مم. اللعيب هو بيروح ياخد عقده. بالزبط. طبعا. اه يعني فيه حاجات كتير جدا ممكن تتعامل. طبعا. يعني وسهل كده انت عملها. بس انت مش هستعملها. والله سهل وحاجات هتخليك ناجح جدا. اه. يعني مش شرط مسلا اول مجموعة مسلا بتاع الممتاز به. انه يطلع دورة ممتاز طبعا هو مشهور رخصة دي. اه. التاني لو عنده الميزانية دي اقول اطلع. ما فيش حاجة اسمها الكلام ده. فيش يبقى 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 لازم يبقى تبقى انت قوي زي الدورة ما هو قوي. والله كابت انت بتقول كلام اساسا يعني في كل كل حاجة تنجح. ما انا. انا بستغرق. سهل جدا تعمله والله عظيم. والله عظيم. سهل. 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 سهل جدا بس يعني المجموعة. اكيد فيه حاجة اقوى من الحاجات دي بتحصل. ما احنا مش عارق. هيه بقى الاقوى. الحب. حب والكر والاقوى. اقول لك بعد. يا ريت. يا ريت الحب والكر. دعنا نشوف سيدة اللي هو علي درويش رئيس هيئة استاد الكاهرة. قال ايه عن استعداد استاد الكاهرة لاستقبال البطولة الافريقية. ونرجع نكمل مع النجمة الصريح جدا. كابتان احمد سيد. اشتركوا في القناة ان شاء الله الاستاد بيشهد تطورات كتيرة جدا. هتوسعد جماهير الكورة وهتشرف الشعب المصري فيه بتنظيم بطولة امم افريقيا. ان شاء الله من اول الطريق ومن اول البوابة ومن اول المدخل الرئيسي للأستاد هيبقى واجهة حضرية. بنقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم مصر الجديدة هي. تتزامن وتتوافق مع رئاسة سادة الرئيس للاتحاد الافريقي وعودة الريادة المصرية لدول افريقيا. وانت عارف مكانة مصر في افريقيا ايه. ولما مصر بتنظم كاس الأمم الافريقية ان شاء الله بتبقى من اكبر الدول. ودي تبقى نواة ان شاء الله لتنظيم كاس العالم في المستقبل ان شاء الله. كنا الاول متعقدين مع شركة اجنبية من خلال العربية للتصنيع لتحديث تقنية النجيل في الملعب. وان شاء الله هيبقى الملعب الفريد من النوع في مصر او هو النواة او هو اول ملعب يتم بتقنية حديثة في جمهورية مصر العربية. وان شاء الله بعد كده هيعمم لما الناس ان شاء الله تشوفه في كاس الأمم الافريقية. والمدمار اللي هو حوالين الملعب. بعد كده بعد ما اعلن تنظيم كاس الأمم الافريقية. بدأنا بقى طبعا تتولى الحكومة تحت اشراف كمان السيد الرئيس. اللي يبقى فيه تطوير في 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 الشكل العام في المدخل. وفي استقبال او مكان الاستقبال الهسبتاليتي بتاع الضيوف ان شاء الله. بدأنا نراعي متطلبات الكاف والفيفا في عدد الكراسي في المقصورة وبدأنا نغير كراسي الاستاذ بالكامل ان شاء الله يعني كلها تفكت دلوقتي لو حضرتك حتى صورت هتلاقي المدرجات فاضية. وبيتعمل دلوقتي ريبير للشاسيهات عشان نستغل الشاسيات اللي موجودة ونقلل التكلفة. وحتى قريبا ان شاء الله هنبدأ في اول اربعة نركب الكراسي الجديدة. هنخش جوه بنوضى بدور كامل عشان استقبال الضيوف اللي هيجوا والرعاة. البهو والمقصورة الرئيسية والمقصورة الامامية. وزي ما حدك قلت لك انا احنا وسعناها بس. خدنا جزء من كراسي درجة الاولى يمين ويسار. عشان يوصل عددها لحوالي الفين ومتين وهتدقق يعني يمكن يكون اقل كده شوية. الكراسي بالكامل هتتغير. طبعا بنعمل صيانة في شاشات النتائج. هنشوفها محتاجة ايه? جاي الطقم اللي هو بتاع الشركة اللي هي صنعت في كوريا. جاي يكشف عليها ويشوفها محتاجة ايه? اللي موجود عندنا قطع غير موجود. اللي مش موجود هيبعت يجيوه. وفي خلال شهر هتكون الشاشة بازن الله صالحة. وبنسبة كبيرة هنحدث الفرجن بتاعها. قلنا هنغار الكراسي. قلنا هنحط شاشة كمان في وجهة المقصورة الرئيسية. يتم عليها اعلانات ويبقى منظر كويس. هيبقى فيه اضواء وشكل كويس جدا يليق بالبطولة. آآ غورة في خلال الملابس. انت عارف انهم اربعة. اتنين للفراتين اللي بلعبوا. اتنين لو للفراتين اللي علموا الدور لو جم قبل ما يغدروا الفرات الاونية. عملناها كلها طلبة لطلبات الاتحاد. في مدخل اللاعبين ومستوى عليه جدا. بمناطق تسخين كمان. للعباء قبل ما ينزل يسخن في الملعب. تكلف رس ما فيش حاجة ما بدرش اقول لك هتتكلف كام. لما هتتكلف في الاخر لو هتتكلف مليون جنيه اهو ده من من الدولة. يبقى مطلوب مننا ان احنا نحافظ عليها. احنا قصرة الاستاذ من اول انا. الحاجة اللي بنعملها بنحافظ عليها. بمعنى ايه? ان انا بنزل وامر وبشوف الصيانة. ولو في حاجة تلفت. لو ما كنوش يقولولي بيمين اللي في قهدته بتخسم عليه. عشان يعني مش معقولة هنصرفه. وبعد كده تبوز بعد السنة يعني. نبقى احنا فسدة يعني. الاستاذ زي ما هو بيسعى حوالي 72 الف. وتلتمية ومية. هتتدقق بعد التعديلات اللي احنا بنعملها. إنما المطشاط اللي بيبقى فيها مصر. ممكن بتوصل بقى المية الف. الناس بتوضع الكراسي. وعلى آسف يعني على السلالم. وعلى الطبانات. فبيسعى أكثر من مية الف. إنما لو هنقعد نقول الكراسي هم اتنين وسبعين الف. تقريبا ونص. احنا عندنا دايما الصيانة يعني. او ثقافة الصيانة كانش موجودة قبل كده. ودي حقيقة. فواحنا بنوضب. نكسر مصورة مية. مثلا يجي مرفق المية. انا اكتشف ان الخط متهالك. وطبعا يحتاج لتغييل انه معمول من السبعينات. فطبعا ما كان لزاما علي ان انا. اتصل بمرفق المية. والمهندس ما مدوح نفسه. باعت الناس عشان يشتغلوا على طول. والخلص في وقت قياسي. وسايبين الخط القديم موجود. وحننشئ ان شاء الله خط موازله. عشان الملعب حاليا نشغاله وبيتسقي مية. واول ما يخلصه هنوقفه وننقل على خط الجديد. دي مسال مشكلة. دي مشكلة بتقبلنا. اه التنسيقات طبعا دي انا يعني عيني فص راسي. لان الجهات كتير شغالة. فلازم ننسق. كل واحد عنده مشكلة من اللي هالو. عايز يحفور بجيب له اه الشركة الكهرباء. عشان تقوله خلي بالك. اه والغاز. وهكذا يعني. دي تنسيقات كلها. اه المشاكل التانية اللي انا بابقى نفسي اعمل حاجات اكتر. لكن انا بقول ايه. يعني اللهم لك ألف حمد وشكر. اللي هيتم ما هيتم. واللي مش هنقدر نعمله دلوقتي في التوقيت. او عشان التكلفة. نخليه ان شاء الله في المستقبل. لكن احنا بنعظم اي حاجة بتتصرف. يعني ايه بنعظم اي حاجة بتتصرف. اه يعني اه الكراسي كانت اه يجب انها تتغير. متهلكة جدا. بس كان فيه منها سليم. بني دي المراكز الشباب. كان فيه جزء اه اه اتغير في تقريبا في الفين و اه تلات عشر الفين و اتناشر. فالكرسي حالته كويس. اللي هو كان لازرع ومكتوب عليه كايرو السيديان. ده انا قالته في استاد الهوكي على اساس ان انا مشتريش لستاد الهوكي الكراسي. فقعدنا استخدامه تاني. اه ودلوقتي ريكب. والاستاد الهوكي دلوقتي كنا عملنا له الكهرباء بتاعت البراج بتاعته. وغيرنا له الكراسي نقص الارضية. قدينا بناخد حاجة. كل ما بعمل حاجة بستفيد من من الصالح فيه يعني. يا رب ان شاء الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا. وتشجيعهم. مصر اه تحصل على بطولة الامر الافريقية انا بتمنها. عشان احس ان كل التعب اللي اه اللي تم ده. ربنا اكلله بالنجاح. يا رب نحب بلدنا. احنا بنحب بلدنا. بس يا رب نحافظ على الحاجة ويبع عندنا وعي. موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كتير بس هو الحكم عليه بشكل هيبقى طريق اداك في كاس الامر منتخبات اولا الدوريات كلها هتتخلص فكل اللاعبة المحترفة هتيجي فهيبقى النسخة دي هتبقى قوية وشايفت التطور الرهيب للمنتخبات الافريقية واللعيبة خلي بالك اللي ما بقاش في فروق زي زمان فروق بتبقى واضحة لأ لوقت الفروق كل اللاعبة انت بتفرج دلوقت الدوري عنده دوري بتاعنا فيه مش فرقة كبيرة وفرقة صغيرة الفروق اللاعبة لفسها ما تبقاش الفروق كبيرة زي الاول لكن دلوقت زي كاس الامر كاس الامر ده هتبقى فيه منتخبات كل المحترفين هيجوا ودي حاجة فرصة كويسة ان هيبقى احتكاك كويس حتى للاعمار الصغارة عندنا في المنتخب بس في نفس الوقت انت مطالب ان تاخد البطولة طبعا واتاخد البطولة لازم يبقى عندك خبرات على اقل في كل مركز شايف تقارب المستوياتك كابتن احمد ليه من وجهة نظرك ليه تقارب المستويات الافريقية اللي احنا كنا بروح نكسب ونمشي يعني رح نكسب 3 ا4 وجاين اللاعبة احترفت بره بشكل عديد فاتطور اداءها الزهني كمان الافرقى الطرق اللاعب باعدهم استعاب طرق اللاعب الجماعي نفس النواحي الوقتي بقت معتمد عقو والسرعة والنواحي البدنية بشكل مركز الموهبة بتبقى المهارة او المهارة العريضة بتستعمل في مناطق معينة بقى الشغل الكاتيم وورك بقى اقوى الشغل الخططي بقى اقوى الشغل البدني بقى اقوى نتيجة تخطيط من الاتحدات الافريقية ولا هي جاتة معهم كده لا لا ما بيتكلم يعني انت ما تيجي تشتري واحد مثلا لعيب صغير من هنا صغير صغير ونادي مش كبير يقولك عايز عشرين مليون عايز ثلاثين مليون اي كحاجة لكن برا برا اي ارقام ادرس الارقام اي ارقام يمكن طلقت ما هو بيحصل كده ما فيش اي تخطيط على العزل المزاج اه والله لكن انت بقى برا في افريقيا العوامل بتبقى مختلفة اولا الاعيب بيسهلونه ان هو يطلع برا بيطلع من صغره بياخد طريق تفكير ثقافة اياخد شكل تاني خالص شكل تاني خالص بتكون شخصية مختلفة بالضبط انا نفسي في الموضوع لكن انت هنا عندك تبقى صعب جدا ان انت سيب العيب طب ايه تفتكر ايه اللي بيفكروا فيه يعني ايه اللي بيستفدوا لما يسهلوا اللعيب اللي هو اللي يحترف برا ايه اللي بيستفدوا هو الاتحاد ان هو يسهل اللعيب ان هو يخرجك برا ايه اولا اقتصاديا ايه ايه اعني ان يقول للناس بردو اه اقتصاديا الآن انت مش بتصدر هنا مهندسين يروحوا السعودية ويروحوا هنا مدرسين انا بتصدر لعيب الكوره قوة اقتصادية وفي نفس الوقت بترجعلك الكلام ده كلاعيب بيرجع بشيد منتخبه بشيد منتخب كمان بيديك قوة ثقافية ان انت بلاعيب بقى مشهور ومصنف كل الاضابط لو عندك سياحة ببص عليك لو عندك ميزة ببص عليك يعني في حاجات كتير انعكاسات بتعود عليك من كلام ده والله انا عشان كده باستغرب برضه لكن انت عندك بقى عندك حد يجي مسلا يجي يقول مسلا ميدو يروح لا هسهله لو يحترف يبقى ايه بقى اول نية يبقى قابض وهو يخاف ياخد المسئولية عشان كده ما هو والله العظيم صدقني في ناس كتير او عندها افكار كويسة بس خايفة لان احنا عندنا اااا عندنا من الافكار السلبية ما عندناش حص ان ان هي الاول ايه بزاق 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 سوق النية الاول وبعد كده حص النية لكن انت لو انت عندك افكار عايزك تطور بتسهل ميدو يطلع برا ويحترف ويعود تاني واعمل بقى النسب اللي انت بتقول عليها لو شاركت لو اتبعت لو عملت لو جبت جوان ايه بعمل اللي انت عايزه في العقود اللي بينك وبين النادي بس سهل بيبقى انت انا شفت يا احمد حمدي مش جاله اودونيزي فترة مش جاله اودونيزي اه اه الناس نادي الاهل مارضاش يخرجوا وبتخرجوا له الجونة دلوقتي فالما ايه يعني لأ ده طبعا دي ادهارة وده ادهارة وده قصة وده قصة وده النادي وبتاعك انا استفادت مدين اكتر اكيد اكيد بس وبتعود على القصة كمان يعني ايه حتة التكلف اي حاجة دي صعبة صعبة جدا اه وزي ما انت بتقول يا كابتن دايما بيفكروا فيك سلبيا قبل ايه اه انت لو سهلت ان انت تطلع لعيب بيقولك ده واخد فلوس اه لانه اه سوء الناية على طول هو الاول فانت تخاف اساسا انت تتكلف ما انت مش عايز تاخد قرار بقى. اه. تبقى انت قدامك تمضي شيك عشان رغض اخد مرتباته لا يقول لك استنى ما استنى شوية. خايف ممضي الشيك. انا بكلمك في كل المجالات كده. طيب يا كابتن اه كيف هننظم بطولة اتحدى السنة العامة لاش يا جماعة الاسئلة دي للكابتن احا ما تسامى يا جماعة. لاشي الاسئلة لازم نشوف القوة الضيف ونسأله الاسئلة بصراحة. يعني انا اسألك سؤال زي كده انمشي هنا وانت من هنا. لا 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 لا. مش حاجة انا بتكلم او الله العظمين اللي انا شايفه. انا بعمر انا باحتمل فيه جدا صراحتك. اللي انا شايفه بقوله. صراحتك بحدود. يعني لا لا لا. طب. طب عليك الصراحة لحاجة كويس. اوي. اوي. ريتو. وبعدين انت لو انت ما بدأيبش في حد انت بتتكلم بشكل عام. والمصلحة العامة. ونفسك يحصل ايه. للمصلحة العامة. المصلحة العامة. شايف محمد صلاح ازاي? اخر سؤال ايا اسأله لك. محمد صلاحة. وردود الافعال اللي بعد تصراحات محمد صلاحة. محمد صلاح مقالش حاجة غلط. ام. في لعيب الكورة في مصر مشكلة. ام. دي حاجة ما احنا كنا مش كان بنتكلمة ما بقالنا كاز سنة. ام. اتكلم انه هو احسن لعيب عربي وافريقي. هو دي حقيقة. ام. وبعدين خلي بالك. حتة انه هو يقول كده. دي قوة. ده المفروض عمله صبورت اه هو احسن لعيب عربي ولا احسن لعيب افريقي. واحسن لعيب جيه في تاريخ مصر. اقول كده. ايه مشكلة. كريستانو. ليه مشكلة. ليه بقى تصدر ايه? ان هو اصله مغرور. صوت غير. الكلام بقى السلبي اللي بيجيبك من هدومك لتحت. ام. ناس بتشد من هدوم وناس بترفع. ام. فيه هي دي افكار. افكار كل واحد ايه? لكن انا شايف ان هو ما قالش ولا كلمة غلط. ام. عادي. اتكلم عادي اللي في قلبه وعادي. واتكلم من وجهة نظر وايه? لازم تحترمها. لا 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 ده في حاجة مهمة جدا كابتان احمد كمان. انبارح لما عاد تفكر انبارح كلمت مع السادة المشاهدين. انت عارفين انا بتكلم معاكم بصراحة قلتلكم ان محمد صلاح حتى لو هو قال ممكن اكون اخطقت وانا مش قاصد. لكن انا ما اخطقتش. اه هو ما قالش حاجة غلط. ده هو قال كده كمان محمد كمان. اه. لكن انا بتكلم كمان ممكن محمد صلاح زي ما كان الكابتان احمد سامي بتكلم بقول انا احسن لعيب. هو عارف انه وراء شعب. هيقوله اه انت احسن لعيب. اه انت لعيب ما حصلتش. ودي حقيقة انا معا. او قوته مننا خلي بالكوا احنا كمصريين. واحنا مدين له اوه بعد ربنا طبعا. اوه العيب هو حمد صلاح. ام. مش الواخد احسن كتير جدا. بالزبط. احمد صلاح محترف احسن نادف. وبينفس. ومن الاا. بيتقى الاسم وبعد يكريسيان ومسي. بالزبط. بالزبط. هو دي مش حقيقة. حقيق. طيب خلاص ليه ما انا ما اقولش. مش انا بقى مش هو اللي يقول انا اللي اطلع اقول. اه. دي حقيق. اه. وكمان يعني كمان هو فعلا قال كده انا قلت لي لا اه ما يكونش محمد صلاح فاهم انه هو بيتكلم كده. وعارف ان احنا كلنا هندعمه. بثقة مش مرور. بالزبط. بس. دايما ببقى مبسوط وانت معي. والله العزيمة كابتن وبتشرف بيك وان شاء الله تمسك. خلي كل شهر مرة عشان مشوار جامد اولا. يا كابتن مش عايز اقول لك مشواري. ساعتين ونص صعبال ما تيجي. عشان دي يوم الخميس. اه. بعد كده ما بلاش الخميس. اقول لك انا المعيد. مو الجمعة. نورت وشرفت كابتن. ان شاء الله ربنا تدي لك اللي انت عايزه بازنا لها تمسك احسن نادي في الدنيا. وبتمنى التوفيق يعني طبعا لنادي الاهلي في المحشوات الجاية. وكل النادي الزمالك وكل عيبه كنت ناكل. باتمنى الاسماعيل يكمل. وكاللي بالك ما كانش بعيد. كانش. انا شايف الفرق التانية. مش مستوى مش اعلم الاسماعيل. كانت بس البداية كانت مش كويسة. فانا يعني بتمنى لكل الناس نفسي الاهل ياخد بطولة افريقيا. نفسي الزمالك اخدوكم فضرابية. بصراحة لنفسي يعني. تبقى دي حاجة باور. خلي بقى لك انت ما بتاخد كأندية كبيرة بتاخد في مصر. طبعا. بتديك باور كمان وشخصية للعيبة اللي تلعب في منتخب. وانت داخل على منتخب في كاس امم بتديك باور للعيبة. اكيد اكيد اكيد. شكرا جدا لك. الله خليك. نورت وشرفت. دي كانت فاكرتنا الاولى مع النجم كابتن احمد سامي بتمنى له كل التوفيق انا شخصيا انه هو شخصيا تستحق الاحترام وحاجة جميلة جدا ان شاء الله يمسك نادي يالويك بي بازن الله. بعد الفاصلة هيكون معاكو الدكتور محمد سراج الدين وعضو مجلس ادارة نادي الاهلي في ضيافة الكابتن خالد العاضي المتقلق استنوهم بعد الفاصل.